نرهان موجودة معانا من مقر جريدة الشروق صباح الفل عليك مرة تانية نرهان وتفضلي سمعين يا صباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي احنا هنا زي ما قلت من مقر جريدة الشروق كالعادة نطلعكم على الأبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم وأول خبر معانا من جريدة الشروق بسبب الزمالك تأجيل إعلان قائمة الفراعنة لمبارات النيجر وليبريا كشف محمد غرابا المدير الإداري لمنتخب مصر عن تأجيل الإعلان النهائي لقائمة الفراعنة المقرر أن هي يعلن عنها إن شاء الله استعدادا لمواجهة في معسكر المنتخب المقام حاليا في برج العرب استعدادا لمواجهة النيجر وليبريا وديا يوم 23 و27 سبتمبر الجاري وقال محمد غرابا في تصرحاته اللي نقلتها صحيفة الشروق وأن روي فيتوريا المدير الفني المنتخب مصر قرر إرجاء إعلان القائمة لبعد مباراة الزمالك وإلكت تشادي طبعا المباراة النهاردة هتقام في دور ال64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويتاني خبر معانا من يلا كورا مدرب بوليفار المساعد سافيو يلعب في ثلاث مراكز متأكد من نجاحه والعالم كله يعرف الأهلي أشهد البرازيلي ليوناردو جالس المدرب المساعد لفريق بوليفار البوليفي طبعا بقدرات مواطنه برونو سافيو المنضم حديثا للنادي الأهلي وكان تم الإعلان عن اللاعب في الأسبوع الماضي مقابل 1.5 مليون دولار وقال أنه اللاعب يجيد اللاعب في ثلاث مراكز على رغم أنه هو مركزه الأساسي مهاجم ولكنه يجيد اللاعب في مركز صناعة الألعاب ومركز الجناح وكمان قال أنه النادي الأهلي مش معروف بس في مصر وإفريقيا ولكن معروف أيضا في العالم كله وقال أنه متوقع نجاح اللاعب في الفترة القادمة مع الفريق الأحمر وكمان قال أنه هم بيبحثوا بدائل للعب نظرا أنه كان لعب مهم ضمن صفوف الفريق اليوم أتليتكو مدريد يستضيف الريال في ديربي ناري بالدوري الأسباني وده من شت اليوم السابع وطبعا اليوم السابع بيقول أنه ديربي ناري زي ما احنا عارفين طبعا ريال مدريد وأتليتكو مدريد أو ديربي مدريد النهاردة إن شاء الله الساعة 9 مساء تمنوا نفسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأسباني ريال مدريد بيسعى لمواصلة الانصارات تحت قيادة المخضرم كارلو أنشلوتي ويسعى أيضا لمواصلة صدارة جدول الدوري الأسباني طبعا هو متصدر الجدول برسيد 15 نقطة فيما يأتي أتليتكو مدريد في المركز السابع برسيد 10 نقاط وزي ما قلنا لكم هو بيبحث عن الفوز لتربع مرة أخرى أو تربع أو الاستمرار لتربع على صدارة جدول الدوري الأسباني ومن موقع كورا منشستر رونيتد يخطط للانقضاد على نجم ليستر في يناير فالتقرير موقع كورا يمكن نقل عن طبعا زيسان البريطانية أن نادي منشستر رونيتد يسعى للانقضاد لضم نجم ليستر سيتي يوري تيليمانس البلجيكي وده اللاعب اللي يمكن تردد اسمه في الفترة الأخيرة وإيريك تينهاج المدرب الهولندي لفريق منشستر رونيتد قال أنه بحاجة إلى ضم الثلاث صفقات قوية في الفترة القادمة من بينهم البلجيكي وكمان تقرير زيسان قال أنه من المحتمل أن يرحب بيستر سيتي بيبيع اللاعب في ألمركاتو الشتوي القادم لتفادي رحيله مجانا دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة الشروق شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الستوديو إحنا اللي بنشكر الجزيل الشكر زمانتنا العزيزة النورهان طمان على هذه التغطية المتميزة كالعادة